منذ عام 2003 وحتى الان يشهد العراق جدلا سنويا متصاعدا حول لحظة سقوط الاستبداد متمثلا بنظام صدام حسين واستبداله بنظام اخر قيل انه ديمقراطي والجدل يقوم على اسئلة مشروعة عن الذي جناه العراق خلال عقدين وما هي اثار التجربة بعد اسقاط نظام ديكتاتوري على يد احتلال عسكري اجنبي الرئيس السابق لجمهورية العراق برهم صالح دخل الجدل من باب انه لم ينكر المشاكل البنيوية التي رافقت عملية الانتقال وتراكمت حتى فجرت اكبر احتجاجات شعبية في السنوات الاخيرة وعلى الرغم من التحولات الايجابية السياسية التي تحدث عنها صالح باسقاط نظام صدام حسين الا انه يرى ان محاولات تدوير الزوايا لحل ازمة المنظومة القائمة لم تعد صالحا فتشكيل الحكومات بات يصبح اطول وبنود دوسورية تعطل ولا يمكن المراهنة على صبر العراقيين اكثر وبالنسبة لبرهم صالح فان مقاطعة اكثر من خمسين في المئة من الناخبين في الانتخابات الاخيرة امر يفتح اسئلة مريرة على التصورات الديمقراطية للنظام الجديد وشرعية عند الناس فيما يصوب صالح تجاه المحاصصة حيث لا الشيعة ولا السنة ولا الكرد ولا باقي المكونات راضون عن الوضع الراهن ويقرون باستحالة السمرارة ولتجاوز المشاكل البنيوية التي رافقت العراقيين لعشرين عاما فان اعادة النظر في الدسور الذي كتب على اسس مخاوف المكونات من التجارب الماضية بات ملحا على وفق صالح الذي رأى بشكل صريح ان الدسور الحالي بات معرقلا لقيام حكم رشيد يتناسب مع تطلعات العراقيين وخصوصياتهم ويقترح صالح على سبيل المثال الانتقال الى نظام شبه رئاسي برئيس ينتخب مباشرة من الشعب بصلاحيات تنفيذية اوسع مع برلمان قوي وفاعل يكتمل بمجلس الاتحاد الغرفة التشريعية الغائبة في مجلس النواب وعلى ان تتم ادارة العلاقة بين المركز وكردسان بآلية جديدة تزيل هواجس الكرد التاريخية المبررة اذ حان الوقت لانهاء المشاكل المرحلة بين بغداد واربيل يقول صالح ويعتقد صالح بضرورة تنظيم الانتخابات المحلية في اقرب وقت مع حزمة اصلاحات وتغييرات كأن يكون انتخاب المحافظ من قبل سكان محافظته اضافة الى محاربة الفساد الذي يهدد كيان الدولة والانتهاء من ثقافة الريع النفطي وتحقيق التحول الاقتصادي رئيس الجمهورية السابق برهم صالح لا يرى ان الحل ليس ممكن في العراق بل انه يمكن ان يحدث عبر حوار وطني في بغداد لا في واشنطن ولا في طهران ولا في انقرة وإلا قد يطول العراق عشرين سنة اخرى من الازمات والانتكاسات التي سيدفع ثمنها العراقيون بجميع مذاهبهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة